يظهر الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بلثامه المعروف ويقص تفاصيل العمليات اليومية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وصف عملية الأحد الماضي بالمركبة نفذها 25 مقاتلا من قوات النخبة ضد قوات الاحتلال في المستشفى مستشفى الرنتيسي بدأت العملية بمهاجمة ناقلة جندب في محيط المستشفى باستخدام قديفة الياسين ومدرسة تحتلها قوة مشات إسرائيلية دمر المقاومون دبابة ونقلة جند غرعت إلى المكان للنجدة وأجهزوا على أربعة من الجنود خرجوا من الناقلة لكن أبو عبيدة ذكر معلومة ملفتة لحدث وقع قبل انسحاب قوات القسام من الموقع استمعوا له تدخل الطيران الحربي الصهيوني وقصف المكان فاستشهد أحد مجاهدين في من سحب أربعة وعشرون لمواقعهم بسلام وإننا نرجح أن يكون العدو قد قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنهم أسروا في هذه العملية ما قاله أبو عبيدة ليس مستغرباً قد يكون وارداً فإسرائيل تستخدم بروتوكول حنبعل الذي يسمح بقتل جنودها الأسرى حتى لا يكون ورقة ضغط في يد الطرف الآخر وتم اعتماده على نم في عام 2006 المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يرد على تصريحات أبو عبيدة حتى الآن ولم ينفي بشكل مباجر قصف الطيران الحربي للقوات الإسرائيلية في غزة ما قاله أبو عبيدة أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي أبدأوا بهذه التغريدة لرضوان الأخرس ويقولوا فيها يقول أبو عبيدة عن العملية التي نفذها 25 مجاهداً من نخبة القسام يعني وجود قدرة كبيرة وعالية على السيطرة والتحكم في الميدان لدى القسام ابنة المقداد تقول يعني ضربوا بتاع الحفلة يوم السابع من أكتوبر وقلنا تخضوا من الهجوم دلوقتي بيقتلوا الجنود بتاعهم أصلاً ومش شايفينهم غالباً ما يعرفوش حاجة اسمها كشف نظر للقندية طلال الشكيلي يعني صحاين يحطين في بالهم أنه أي جندي يؤسر يتم قصف المكان بالكامل يعني موت ولا يكون أسير زهرة تقول الشيء الملاحظ في الحرب الجارية أن جيش الاحتلال يقتل جنوده بشكل عادي المهم عنده ألا يقعوا في الأسر وصلت إلى تغريدة جلال ويقول فيها خطابات أبو عبيدة عبارة عن لعب على الأوتار لزعزاعة الثقة بين الجنود والقيادة الإسرائيلية صحيفتها أريس العبرية قالت أمس الاثنين إن الجيش الإسرائيلي أكد حدوث عدة حالات قتل لجنوده بنيران زملائهم منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة فجيش الاحتلال قال إن معظم هذه الحالات حدثت خلال قتال مشترك بين القوات المدرعة والمشاهة موسيقى